على وقع الاضطرابات الامنية التي تشهدها عدن يتجه الصراع السياسي بين الشرعية والتحالف الى مشهد اكثر وضوحا فانقسام وحدة القرار للجهاز الامني والعسكري في عدن يرجع وفقا للشرعية الى التدخل المباشر في صلاحيات وزارة الداخلية من قبل قيادة التحالف التدخل الذي يعق التواصل بين الشرعية واجيزتها الامنية وزارة الداخلية خرجت عن صمتها هذه المرة لتوجه رسالة واضحة لقيادة التحالف وحددت الرسالة الموجهة من وزير الداخلية احمد الميسري الية التعامل مع الملف الامني حيث طالبت مذكرة الداخلية من التحالف ضرورة التنسيق المباشر معها ووقف التعامل مع قادة واجزة الامن بشكل مباشر وابدت الداخلية في الوقت ذاته جاهزيتها لتحمل تبعات الملف الامني في المحافظات المحررة مع السمرار التنسيق مع التحالف توحيد السياسة الامنية وربطها بوزارة الداخلية واستقلال القرار الامنية عن قيادة التحالف اضحى وفق عسكريين امرا ملحا لضبط الامن في العاصمة المؤقتة عدن ولهذا لم تكتفي الداخلية باختار قيادة التحالف برفع يدها عن الاجهزة الامنية بل وجهت اوامرها الى وحداتها الامنية ومدراء الامن في المحافظات المحررة بمنع التنسيق المباشر مع التحالف العربي الا بعد موافقة وزارة الداخلية قطع التواصل المباشر بين التحالف والوحدات الامنية يهدف حسب وزارة الداخلية الى الحفاظ على التسلسل القيادي للوزارة لكن مراقبين يرون ان الاجراء الاخير للداخلية يأتي ضمن سياق الازمة المستمرة بين الشرعية والامارات وان الوقت لضبط بوصلة العلاقة بين التحالف والشرعية بات ضرورة لتوحيد الجهود نحو المعركة الرئيسية مواجهة ميليشيا الحوثي والتدخلات الايرانية